بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ila alihah wa sallam ii wa sallam أما بعد ده الفيديو التاني والأخير من الوحدة الاثناشر من كتاب my friend الفيديو الأولاني موجود في البلاي лиست الخاصة بكتاب my friend كل الوحدات ليفادت بالاساسناء موجودة مع بعضها في بلاي list واحدة الوحدة الاثناشر هي الوحدة الوحدة اللي حلناها في اثنين فيديو كل اللي قبل كدة كان في 3 و 4 فيديوهات أول سؤال يقول this television doesn't have a picture الشاشة محتاجة تصليح يعني معنى كده التلفزيون ده صورته غير واضحة اولا كلمة يعني حقيقة الاورانية دي يعني واضح يعني خيالي المسؤول واحنا بنقول ان الشاشة هنا غير واضحة فمحتاجة اصلاح في المستقبل من المتوقع ان كثير من الناس سيعيشون فين اول حقيقة كده كلمة دي معنى فارغ بمعنى فاضي يعني الكلمة التانية كلمة سبيسز معنى فارغات ذا سبيس يعني المساحة او الفراغ الفاضي يعني لكن سبيس الاخراني معنى الفضاء عاية تتعرف ان كلمة سبيس لما نستخدمها بمعنى الفضاء ما نجيبش قبلها ذا اطلاقا المرضى دائما ما يرفضون ان هم يحصلون ايه في الاعضاء يعني 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 ينقل بس بث ازاعي بالراديو والتلفزيون وهكذا يعني يعني ينقل حاجة بالمواصلات بالعربيات وكده يعني ينقل اعضاء جسم الانسان وبالتالي هنا دي عشان معنى فالجملة معنى عضو اعضاء الجسم المالاخيرة معنى معنى متداول طيب بعد جدا رقم اربعة السؤال ده انا مش قادر افهمه ده معنى انه سؤال اول حاجة كده مرتبك ومرتبك معنى معنى مربك اثير السؤال بيكون مربك فانا معرفتش حلو مستفى من الانسان معظم الانسان معنى من الشمس القوة القوة يعني يحكم وانرجي الطاقة اكيد احنا بيحصل بيجلنا من الشمس الطاقة لكن اخذ بالك احنا بيقول انرجي كمز فروم ده سن لكن بيقول قوة الطاقة قوة الرياح اه 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 اكيد من اولها كده اللي بيحمي حدودنا ويخلينا امنين القوات المسلحة اللي هو اسمه اه القوات المسلحة لما يديك حاجتين كده ويقولك لما نخلط الحاجتين دول في بعض بيطلعين حاجة تانية يبقى اسمها ميد وز يعني يتم مصنعته عن طريق خلط الخضروات واللحم سيت فري سيت فري اطلق صراحه يبقى المحكمة برقت المشتبه فيه من كل التهم وبالتالي اطلق صراحه طب اول واحد كده يعني اشتبه فيه او شكه فيه يعني شكه يعني وضحه او برقة ونظفه اللي هو الاثارة وبالتالي انت هتقولي يعني يبرق المتهم من التهم الموجهه اليه this is an issue that everyone ده موضوع بيعمل اف كل واحد فينا فوكس يركز على rely يعتمد على concern يعني يهم او يقلق concentrate يعني يركز على اكيد الموضوع ده بيهمونا جميعا يقلقونا جميعا يبقى concerns وبالمناسبة concern for يعني قلقهم بشأن I don't understand the paragraph the effects of waste disposal كلمة disposal دي معنى هتتخلص من ولما نقول waste disposal يعني هتتخلص من النفايات انا بقى مش فاهم الباريغراف المتعلق بي التخلص من النفايات المفروض كلمة concern معنى هقلقهم بشأن يعني يقلق ويقلق وconcernest دي الفعل مضافة لس يبقى اكيد concerning كلمة concerning دي معنى ه المتعلق بي التي له علاقة بي الجملة بقى على بعضها بقولك انا لا افهم الباريغراف المتعلق بي التخلص من النفايات He has asked after my health asked after دي معنى هتتابعة هو كان بتابع صحتي all this week كل شو هتسألني عامل ايه I will really thank him for his لابد ان اشكره على اهتمامه او قلقه المفروض Concord دي الطيارة اسمها Concord Bobcorn اللي هو الفشار Cement اللي هو السمنت وconcern اللي هو القلق والاهتمام يبقى number D Children under 10 are from the religious duties religious duties اللي هي المهام الدينية اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحاجات دي الاطفال تحت 10 سنين بيكونوا ايه من المهام الدينية اول حاجة كده معك freelancer Freelance دي اللي هو العامل الحر اللي بيشتغل مع شركة او بيشتغل بشكل حر طبع شركات مختلفة Free يعني معناها مجاني ومعناها حر ومعناها محرر من غير مسؤولي يعني Obligate يعني مجبر وincluded يعني مش ملق مجتمل علي يبقى انت بتقولي Children are free يعني الاطفال بيكونوا احرار غير مسؤولين عن المهام الدينية ساد يعني حزين تب ساد يعني يحزن الايه احزنة الفانز اللي هما الجمهور المعجبين defeatist انهزامي defeat يعني يهزم وهزيمة victory انتصار victorist معناها منتصر اكيد زا defeat الهزيمة احزنة المعجبين او الجمهور fictional thing is usually الشيء الفيكشنال دا الخيالي الشيء الخيالي بيكون ايه با يا ترى اول واحدة كده invented مخترع اكيد هي دي real حقيقي realistic واقع الحقيقي actual فعلي او حقيقي فانت اكيد بتقول invented الشيء الخيالي بيكون مخترع ولما كنا بنقول ان الطفل could make up a story ممكن نقول invent a story the synonym of evil الكلمة اللي بتساوي كلمة evil evil يعني شرير richness دي معناها السمو او النقاء goodness good جيد goodness الخير ومعناها الخير برضو good kindness اللي هو اللطف او العطف wickedness اكيد هي دي الشر wicked يعني مريض wickedness اللي هو الشر او المرض المرض النفسي طبعا في رقم 16 بيقولك the synonym of the verb defeat الكلمة المرادفة لكلمة defeat هي مين في دول اول حقيقة كده concern يعني يقلق او يهم conquer يعني يغزو او يهزم win يعني يفوز lose يعني يغزر طبعا defeat يعني يهزم وبالتالي المرادف بتاعها في الاختيارات دي conquer my parents always warned me of the effects of smoking ويدي دايما كانوا بيحذروني من الاثار الايه لتدخين التدخين دا ليه اثار ضارة او اثار سلبية فانت ممكن تقول harmful effects او ممكن تقول negative effects المشكلة ان لدي ولا دي في الاختيارات الموجودة بس علي تعرف ان كلمة evil يعني شرير ومعناها سيئ وبالتالي evil effects الاثار السيئة والسلبية في رقم 18 i do everything i can in order to my ambition انا افعل كل شيء في وسعي حتى احقق اهدافي المشكلة ان يحقق هدفه اسمها achieve his ambition او achieve his goal اللي عادة تعرفوا ان كلمة realize my ambition زي achieve my ambition يعني ادركوا هدفي او ادركوا طموحي there is significant age between him and his wife في ايه في العمر بينه وبين زوجته اولا تاب يعني اه 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 ادغط وجاب يعني فجوة هو يعني فتحة ودج يعني يحفر اكيد في ايج جاب اللي هي الفجوة العمرية وفي برضه class gab الفجوة اللي فيه بين الطبقات the sculpture occupies كلمة occupies دي ما هيشغل وما هيحتل التمثال بيشغل a in the center of the compass اه التمثال بيشغل اه اول واحدة كده spice للتوابل piece قطعة space يعني فراغ اه و piece اللي معناها السلام اكيد بيشغل a space يعني بيشغل مكان حيزا فراغا فيه اه بعد كده she not hair pro in concentration لما تكون مركزة بتعمل ايه في حاجبها اكيد بتعمل بتطبق حاجبها كده يعني wrinkled معناها هي تعمل تجاعيد في واجهها لما تيتفكر يعني عايز يقول لك انها لما تكون بتفكر بتضغط على حاجبها من التركيز i can't tell you anything about it انا ميمكنني ان اخبرك اي شيئا عن هذا الامر it is a انا مينفعش اقول لك لان الامر ده secret لي رقم بي مايستري مايستري معناها غامض حصل والناس اللي عارفه بس ما تعرفش ايه السبب يبقى مايستري ناس عارفه لكن ما تعرفش السبب لكن secret سر بقى محدش يعرف اصلا children must be mustnt be left at home الاطفال لا يجب ان يتركونا ايه بالمنزل اول واحدة كده كلمة line d يعني طريق او مثلك lone d single alone يعني بانفرده lonely يعني وحيدا الاطفال يجب ان يتركوا وحدهم alone وحيدا يعني ايه طبعا alone لوحده محدش معاه لكن كلمة lonely معناها وحيدا يعني يشعر بالوحدة على فكرة كلمة alone ليس من الشرط ان يكون شخص واحد بس ممكن اقول لك i like to be alone with you عمر انا عايز اوعد انا وانت الوحدينة فهنا alone بالرغم ان احنا اتنين i my new friend to my father انا صديقي الجديد الى ابي present يعني يقدم شيئا لشخص give يعني اعطى provide يعني يزود لكن introduce يعني يقدم شخصا لشخص يبقى في كلمة introduce يقدم شخص لشخص في التعارف لكن present يقدم هدية يقدم شيء يدي له حاجة he failed his exam because he a number of mistakes هو رسب في امتحانه لانه ايه عادة من الاخطاء تعال نشوف الاختيارات اول واحدة كده كلمة did يعني ارتكبة افعلة overlook يعني يطل على وكلمة overlook دي من معانيها برضو يتغاضى عن debate يعني يتناظر concern يعني يقلق او يهتم في الاختيارات الاربعة دول كلمة overlook دي الاجابة الصحيحة overlook بالرغم ان هي معناها يطل على معناها برضو يتجاهل تجاهل الاخطاء ما صحهاش فساط this factory car parts المصنع ده بيعمل ايه في اصجاء السيارات اول واحدة كده كلمة machine يعني الى وكلمة machine يعني يصنع بالالات ميكانيكي يعني ميكانيكي يذكر وتنشن توتر اكيد الاجابة هنا يعني هذا المصنع يصنع بالالات مجموعة من السيارات should to buy new computers المدرسة او المدرساتنا يجب انها تعمل ايه في الدعم المادي يعني عشان نشتري كمبيوترز تعانش بالاختيارات اول حاجة كده كلمة convenient يعني ملائم يعني ملاسب او ملائم يعني ملاسب او ملائم يعني معقد في مشكلة كلمة appropriate معناها ملائم ومعناها ملائم ومعناها يخصص يعني يجب ان تخصص دعما the two candidates for a presidency will have a tomorrow المرشحين الاتنين للانتخابات هيعملوا ايه غدا battle discuss debate 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 اللي هي المناظرة رقم دي طبعا هيعملوا مناظرة the sign of maistress كلمة maistress يعني غامض the sign of maistress بتاعها بتسوي كلمة obvious يعني واضح ob secure يعني غامض clear واضح concerned يبقى هنا ob secure the answer of fact كلمة fact يعني حقيقة عكسها خيال الخيال اللي هو fiction طيب بعد كده هندخل برضو مباشرة على advanced exercise عشان نحلهم اول واحد بقول لي you use your smartphone while driving it is against the law against the law ضد القانون يعني اللي عملتها في مشكلة هتحصل وهتاخد غرامة يبقى you mustn't الثانية i wasn't not enter the class as i was late انا كنت متأخر فانا لم يسمحوا لي يبقى i wasn't allowed to طيب ماينفعش wasn't mustn't ماينفعش wasn't needed وينفعش wasn't had to sami broke his leg and go to hospital سامي قسر رجله وكان لازم يروح المستشفى يعني ده في الماضي يبقى هتو when you go to Egypt لما تروح مصر you visit the pyramids they are fabulous لما تروح مصر انا بنصحك تروح الاهرامات لانها عظيمة وهتعجبك جدا فدي عزومة او نصيحة بالحيح فطبعا بست you hurry it is still too early اجدنا لسه بدري فانتا مش لازم تجري يبقى you don't need to hurry او don't have to hurry او you needn't hurry طبعا قدامي في الاختيارات needn't hurry طيب خد بالك ان don't need في الاختيارات لكن محتاجة to why did you لما احنا متفقين ان do, did, does بيكون بعدهم دايما have to يبقى why did you have to stay لرقم C ماينفعش مع did, do, does ولو الافعال الناقصة الا have to you not to smoke in hospitals انت في المستشفيات ممنوع تدخن طيب التدخن ده في المستشفيات عادي ولا لو عملنا في مشكلة لا في مشكلة فالمفروض نقولك you mustn't smoke بس ماينفعش اخد mustn't عشان في هنا to خلاص يبقى ناخد you aren't allowed to you aren't allowed to you are banned and you mustn't الناس دي بتسوي بعضها you speak like native speakers you just need to speak clearly and correctly انت مش لازم تتكلم زي الاجانب ولكنك المفروض تتكلم بلغة مفهومة واضحة يبقى ده مش لازم بمعنى needn't or don't need to or don't have to في الاختيارات جايب لك don't have to بقولك انت مش لازم يعني تتكلم زي الاجانب او مش زي الاجانب المهم تبقى كلمك مفهوم we not buy a present for mona's birthday it is so important الموضوع ده مهم جدا احنا لازم نشتري هدية لعيد ميلاد مونة طيب انت لازم تعمل شيء والشيء ده مش قانون يبقى ناخد مصد في رقم 10 يقولك you forget to bring your notebook or you will be punished انت تنسى تحضر كشكولك وإلا ستعاقب يفعل المفروض يقولك انت المفروض ما تنساش لا ينبغي ان تنسى ممنوع تنسى اللي هي اسمها مصند طب لهو نسي في مشكلة يبقى مصند تأكدنا عليها كده او يقول زي اسمى money i didn't realize it was free to attend the orchestra انا اجيب كل الفلوس دي معايا انا ما كنتش واخد بالي انك انت تدخل للاركسترا من غير ما تدفع فلوس يبقى انت اجيبت فلوس معاك والمفروض ما كنتش تجيب يبقى need to have التصريف الثالث انت المفروض ما كنتش تجيب معاك فلوس لان الدخول اصلا مجاني يعني انت اجيبت فلوس في الفاضي مدام في الفاضي يبقى need to have taken i can't go out with you this morning this evening because i do some important revisions انا منفعش اخرج معاك النهاردة اصلا لازم اعمل مراجعة انت لازم تعمل مراجعة ده غصبا عنك انت لفسك تخرج فاكيد تلاتاشر you eat this food it is poisonous معناها ان الطعام ده مسموم فمدام الطعام مسموم فانت ممنوع تاكله طب ممنوع دي يعني mustn't على فكرة كان ممكن ناخد aren't allowed القولة دي لو فيه two i needn't buy any form for my school بقولك انا مش لازم ما كانش لازم اشتري uniform للمدرسة المدرسة قالت ان الموضوع ليس اختياريا ليس اجباريا لما نقول it says it's not obligatory يعني ليس اجباريا يعني براحتك i'd like to stay with you انا عايز اعد معك شوية but i will لي رقم اي i have an exam tomorrow عند امتحان بكرة tonight انا لازم اراجع النهاردة امتحان بكرة لان ده اجبار خارجي الامتحان ده اجبار الزام عليك من الخارج yesterday was a holiday so go to school امبارح كان اجازة فما كانش لازم نروح للمدرسة امبارح لم يكن من الضروري ان نفعل we time we needn't hurry احنا قدامنا وقت فاحنا لايس من الضروري ان نسرع يبقى احنا we still have we still have time we still have time احنا مازال امامنا وقت كافي we needn't hurry مش لازم نجري it's not urgent مش ليس من العاجل you do it later كان يعني يمكنك او تستطيع ركز في الترجمة كده بقولك الامر ده مش عاجل مش لازم تعمل ده حالا يعني انت ممكن تعمله فيما بعد طيب لو انا قلت لك you must او you have to ده معناها انك لازم غصبا عنك تبقى تعمله بعدين people who are drunk الناس اللي بكونوا ساكرانين mustn't drive cars it's الناس اللي بكونوا ساكرانين المفروض مايركبوش العربيات لان الامر ده ممنوع او محزور طيب وبالتالي it is forbidden it is prohibited او it is not allowed we get on this bus زلزا نظروا في واحد تاني غير ده فاحنا مش لازم نركب ده يعني يبقى you be with us but we will be happy if you are لو انت ايه تكون معنا بس هنكون سعداء لو انت يعني جيت يبقى انت مش لازم تبقى موجود معنا you don't have to you don't need to you don't do it now you can do it later انت ممكن تعمل الشغلنا دي بعدين فانت مش لازم تعملها دلوقتي يبقى don't have to وما ينفعش يبقى don't اصلا doesn't or needn't غير have to you sweep the kitchen floor as i have already swept it انا اصلا كنست الارضي فانت حضرتك المفروض ما تعملش كده طيب ما تيجي نشوف بها mustn't ممنوع needn't مش لازم can't يعني لما منوع برضو اخت مصند don't have to كل طالب ان يتبع القوانين المدرسية طيب انت شايف قدامك to وto دي لازم معها have و has every student مفرد يبقى has to follow do you not phone him right now can't you wait for tomorrow هو انت مش ممكن تستنى البكرة هو انت لازم تتصل الان انا قدامي في الاختصار كده يعني do و does و did فمعنفعش غير have to my mother had already done all housework امي عملت كل الاعمال المنزلية so i help have هي عملت كل الاعمال المنزلية وده وبالتالي انا ليس ما تضرق انا وساعدها طيب اول واحدة كده تختيرات needn't have لازم بعدها help it طيب needed to ما فيش حاجة اسمها needn't to انت عايز تقول لي مش لازم دي مسبتة had to يعني كان يجب برضو مسبتة فالطبيعي ان احنا have to يعني لم يكن من الضر ان افع يبقى امي قامت بكل الاعمال المنزلية فانا لذلك انا لم يكن من الضر ان وساعد my neighbor was very ill جارونا كان مريضا so i take him to the doctor فلذلك انا كان لازم ااخده المستشفى الجملة بقولك فيها وز يعني ماضي you can borrow my car but you be careless with it انت ممكن تاخد العربية بتاعتي ولكن انت ما ينفعش تكون مهمل معاه يبقى mustn't لانك لو اهملتها بواز العربي if you don't like this color you take it مش لازم تاخده يعني يبقى don't have to don't need to او needn't انا قدام don't have to اه بعد كده الاسئلة الاختيرة برضو اللي في الانتحان i walk home yesterday as i lost my money انا بالامس ضيعت فلوسي فكان لازم امشي يبقى hi have to معنى مسبت the antonym of fictional fictional يعني خيالي عكسها حقيقي او واقعي اللي هي factual the meal was for free الوجبة كانت مجاني so you not for it you should have saved كان المفروض توفر فلوسك بدل من انت ضيعت فلوسك ده معنى انا ما دفع فلوسه طب يفعل شيئا المفروض ما كانتش يفعله اسمها needn't have will pass to our testable ديبقى needn't have paid لحز احنا اخدنا needn't have paid لانه في الجملة اداني اشعار كده ان هو دفع طب لو هو ما كانتش دفع اصلا كنا خدنا needn't have to pay the garden of the palace is enclosed by a very high the garden of the palace is enclosed by a very high اصلا المعرفة هادنون المعرفة اول حيخة خلص زمان همودي تام يعني معنى كده انه عارف انه فيش امتحان وبالتالي هو ما ذكرش يعني معنى كده انه هو ما عملش شيء المفروض ما كانش يفعله يعمل اصلا فdidn't have to revise طب احنا الا خلاني نعرف انه هو لم يذكر اصلا عشان هو قالك انا عارف في المودي التام وبالتالي المعرفة دي قبل كل الاحداث التانية لكن لو انت قلتني needn't have revised ده معنى انه هو راجع ستة بقولك are more likely to lose in any confrontation بيكون اكسر عرضة واكسر احتمالي انه يخسر في اي مواجهات اولا دفيترز دول الهازمين الشخص اللي بيهزم الناس دفيت يعني يهزم وهزيمة فدي ممكن تبقى فعل واسمه دفيتست الانهزامي اللي اكسر عرضة انه هو يخسر الانهزامي اللي هو دفيتست when you go to alexandria لما تروح اسكندرية you visit the library it's amazing لازم تزور المكتبة لانها عظيمة هنا ديت اسلوب نصيحة بجلحاح يبقى مصد oliver twist is a fictional character by charles dickens ولكن oliver twist دي شخصية خيالية قدمها charles dickens discover يكتشف و create يخلق او ينشئ او يقدم يعني explore يستكشف و intrude يعني يدخل فيه فأكيد created boy يعني خلقها وطبعا مش معناها خلقها من الخلق خلقها هنا ابدعها يعني العمل ده ابدعه charles dickens the sign in the board says that people walk on the grass مادام في يفطى يبقى معناها ان people mustn't لان ده قانون وممنوع نخترقه he opened the cage door and all the pearls free هو فتح الباب بتاع القفص واطلقه صراح كل الطيور يبقى set free رقم 11 i not remember to email my teacher today it's his birthday النهاردة عيد مدرسي فانا لازم افتكر اللي هي مصد بعد كده رقم 12 الروايات عبارة عن اعمال ادبية يبقى works of fiction اللي هي رقم b وخبالك ممكن نقول fictional works you wash the car the man add the garage will wash it tomorrow الراجل هيغسلها بكرة فانت مش لازم تغسلها ليس من الضروري ان تفعل يبقى needn't الكثير من المواد العملية بتحتاج درجة عالية من ال concentration والتركيز انت عشان تركب عربية في انجلترا فانت لازم يكون عندك 17 سنة ده قانون يبقى you have to my mother tried to iron out that in my shirt امي حاولت انها تكوي الايه اللي في التشيرت اكد التجاعيد اللي يسمحه wrinkles is it not to take this medicine هل هو من الضروري انك تاخد الدولة مدام في هنا ا ا او ان فانت مباشرة تختار it is a necessity او it is a must يبقى انا نخد مصد خب با لك it is a necessity او اه مانا هلهم من الالزام المجموعة كلها بتشتغل في ايه عملاق اليمين دول اكيد يعني مشروعا عملاقا خد بلك رقم بي ما انا هيرفض اللي الحقن بحققا يعني اخت عمد كيكة انت لازم تيجي تزورها يبقى دعوزوها بقى احنا اخد مصد زاماشين وزاوة اه الالت دمرت بعد ما اشتغلت ثلاث يموة كاملين من غير ما تاخد بقى راحة الدواء ده ممنوع يطرق في مكان يمكن الاطفال يوصلوله ممنوع دي اللي هي مثل طب لو سبنا الدواء في مكان يوصلوا الاطفال هياخدوا منه هيموت بص بقى البي اي دي عايز ايسألكه لك الى ما تشير البي اي كلمة يشير الى دي اي دي stand for او represent او refer to انا قدامي هنا for فناخد stand او got to do all those reports in only one day هو انت لازم تعمل كل تقرر دي في نفس اليوم خبالك اللي good دي ما بتشغل مع have عشان كده هنقوله have you got to do وكما ممكن نقوله do you have to تاني كده السؤال ده انا ممكن اعمله بطريقتين اقوله do you have to or have you got to اعرف يعني اجبرت ان تقبل she has no other لم يكن امامها اي خيار اخر ستة وعشرين smoking does the heart too much ايه harm ولا benefit ولا profit ولا gain طبعا هارم ضرر و benefit فايدة و profit ربح و gain يعني يكسب واكيد اسمها do harm او cause harm يعني يسبب تلفا وزي ما بنقول do damage و cause damage طيب اه في رقم سبب وعشرين people in hospital الناس في المستشفى shouldn't smoke لينصحوا بالتدخين needing smoke مش لازم يعني يدخنوا mustn't smoke ممنوع يدخنوا اكيد الناس ممنوع يدخنوا في المستشفى العاصمة بتكون في الايه بتاع الجنود الاعداء تعالا نشوف الاختيارات اول واحدة كده اه concern يعني قلق concentration اللي هو التركيز control سيطرة او تحكم secret sir اكيد in the control of يعني تحت سيطرت تحت تحكم جنود الاعداء you disturb me whenever i am doing my work that is awful هو انت لازم يعني تنرفزني او اشتغل الامر ده مفي مستفز هو انت لازم دي اللي اسمها must you طب ليه ما اخدش can you can you معناها لو سمحت ممكن تنرفزني طبعا ده مش منطق having good a skills are necessary to be accepted for the the job انك يكون عندك مهارات ايه ده امر مهم في الوظيفة اول واحدة management ادارة اكيد good management skills اللي هي مهارات الادارة المهارات الادارية يعني requirement مطلبات attachment مرفقات requirement معناها ملابس او اسواب ثوب يعني خلصنا كده الحمد لله رب لعنى واحدة اتناشر على بعضها اه اتمنى انها تكون قدمت لك حاجة مفيدة ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة